اسم الدرس أحسب قيس محيط دائرة أستحضر أولاً أتأمل الجدول قيس الضلع بالمتر الطول بالمتر العرض بالمتر نصف المحيط بالمتر المحيط بالمتر الشكل مستطيل خمسة عشر عشر مثلث متقايس الأضلع ستة وثلاثون مربع ستة مستطيل خمسون مئة وخمسون أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول المنقطة الإجابة الإجابة نصف قيس المحيط يساوي خمسين على اثنين يساوي خمسة وعشرين محيط المثلث يساوي مجموع الأضلع الثلاث وبما أنه متقايس الأضلع فإن قيس الضلع الواحد يساوي المحيط على ثلاثة ستة وثلاثون على ثلاثة يساوي اثنى عشر محيط المربع يساوي الضلع في أربعة ستة في أربعة يساوي أربعة وعشرين نصف قيس المحيط يساوي أربعة وعشرين على اثنين يساوي اثنى عشر قيس عرض المستطيل يساوي المحيط على اثنين إلا الطول مئة وخمسون على اثنين إلا خمسون يساوي خمسة وعشرين سنتيمتر نصف المحيط يساوي مئة وخمسين على اثنين يساوي خمسة وسبعين قيس الضلع بالمتر الطول بالمتر العرض بالمتر نصف المحيط بالمتر المحيط بالمتر الشكل مستطيل خمسة عشر عشرة خمسة وعشرون خمسون مثلث متقايس الأضلع إثنى عشر ستة وثلاثون مربع ستة إثنى عشر أربعة وعشرون مستطيل خمسون خمسة وعشرون خمسة وسبعون مئة وخمسون أستكشف ثانيا أحضر تلاميذ السيدة نور مجموعة من العلب الأسطوانية ثم قاصوا قطر قاعدة كل منها ومحيطها وسجلوا ما تحصلوا عليه بالجدول التالي ألف باء جيم دال قيص المحيط بالسنتيمتر واحد وثلاثون فاصل أربعة خمسة عشر فاصل سبعة اثنان وستون فاصل ثمانية اثنان وتسعون فاصل أربعة قيص القطر بالسنتيمتر عشرة خمسة عشرون ثلاثون رفعت أمل إصبعها وقالت لقد وجدت علاقة بين قيص محيط القرس الدائري وقيص قطره أبحث بدوري عن هذه العلاقة الإجابة لنبحث في العلاقة بين قيص محيط القرس الدائري وقيص قطره سنقوم في كل مرة بقسمة المحيط على القطر ونرى ما سنتوصل إليه واحد وثلاثون فاصل أربعة على عشرة يساوي ثلاثة فاصل أربعة عشر خمسة عشر فاصل سبعة على خمسة يساوي ثلاثة فاصل أربعة عشر إثنان وستون فاصل ثمانية على عشرون يساوي ثلاثة فاصل أربعة عشر أربعة وتسعون فاصل إثنان على ثلاثون يساوي 3.14 أستنتج قاعدة لحساب قيص محيط الدائرة الإجابة نستنتج مما سبق أن قيص محيط الدائرة يساوي القطر في 3.14 أتدرب ثالثاً قيص قطر عجلة بسنتيمتر 42.5 أبحث عن قيص محيطها الإجابة قيص محيط العجلة يساوي القطر في 3.14 42.5 في 3.14 يساوي 133.45 سنتيمتر رابعاً لضياء سلة أوراق أسطوانية الشكل قيص شعاع قاعدتها بالسنتيمتر 11.5 أحسب قيص محيط قاعدة السلة الإجابة الإجابة نبحث عن قيص القطر القطر يساوي الشعاع في 2 يساوي 11.5 في 2 يساوي 23 قيص محيط قاعدة السلة القطر في 3.14 يساوي 23 في 3.14 يساوي 72.22 سنتيمتر خامساً بمدرسة المنارة حوض دائري الشكل قيص محيطه بالمتر 47.1 أحسب قيص شعاعه الإجابة نبحث عن قيص القطر القطر يساوي المحيط على 3.14 47.1 على 3.14 يساوي 15 متر قيص الشعاع 15 على 2 يساوي 7.5 متر سادساً سادساً أبحث عن قيص محيط الدائرة في كل مرة الإجابة المثال الأول 6 في 3.14 يساوي 18.84 سنتيمتر المثال الثاني 3 في 3.14 يساوي 9.42 سنتيمتر المثال الثالث 4 في 3.14 يساوي 12.56 سنتيمتر المثال الرابع والخامس 5 في 3.14 يساوي 15.7 سنتيمتر